الشباب دلوقتي ضايع يا أستاذ يصفوا مؤخراً بس في الأيام القليلة اللي فاتت حالتين انتحار واحد منهم شاب مرفح يعني من أسرة من أسرة يعني مستليح وبيدرس علوم الفضاء وكانوا بيتنبؤوا أن يكون زويلة تاني طبعاً والتاني من الشرقية طبعاً مش ممكن يكون حاجة طبيعية المرض النفسي في حالة إنكار من المجتمع المصري أو كأنه وصم تعار المرض النفسي شيء عاجي وطبيعي جداً وبيحصل بسبب خلل كيميائي أو نقص في مادة كيميائية في الاسمها بالعرب اللي هي الموصلات العصبية زي الدوبامين والسيروتونين زي ما بينقص عندك الإنسولين فبتاخد حقنة إنسولين محدش بيوصمك بحاجة نفس الشيء بالنسبة للبعض كسر جداً من الأمراض النفسية بل كلها تقريباً ممكن تتعالج بس هي بقده فيه أمر متعلق بصلابة البني أدم يعني أنا من الناس اللي تقول أنين الصمت ده لازم يتحول لمسلسل بتكلم بجد والله يعني والله الأستاذ مجلس هابر السيناريست المعروف اللي عمل لنا أعظم من المسلسلات أرى الكسة بالكامل في يوم واحد حضر معي ندوة منقشة الكتاب ومتحمس غاية التحمص لتحولها المسلسل يعني يدخل كل بيت حالة ملهمة ومشجعة ومثيرة الحماس الكسة مش زي أي قسة أستاذ يوسف والكتاب مش زي أي كتاب والحدوتة مش أي حدوتة الورق اللي في دين حدثة جداً من لحن ودم يا كاد ينبض يعني مجرد ما أن أنت تبدأ الأول صفحات فيه يا كاد ينبض حياة مليانة تحديات ومليانة صعوبات ومليانة إنجازات أيضاً بعد الإحباطات والإنكسارات ذكرت كله في قريم الصمت إيه أصعب؟ عشان يكون الناس تتعلم الناس تتعلم أهو الكتاب هو يا جماعة بالمناسبة دكتور فادي قاتلياً هينفع أخذ الكتاب معي على الترابيزة وإحنا عادين ولا هيبقى إعلان قتل لا فأنت مش هيبقى إعلان خالص دي حاجة مهمة قوي قوي يعني قوي أنا مستعد أهدي الكتاب دوت لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هي إهداء مع العلم أن بمجرد إصدار الكتاب أنا قررت حصلت الكتاب كله موجهة لأطفال القوقعة والمستشفى البهية بالكامل يعني بإذن الله وكنت أتمنى أن أعمل مزاد على أول نسخة خرجت من المطبع لكن أنت وقتكو دايك أستاذ يوسف عايزين مين عارف مش يمكن الكتاب يتحول إلى مسلسل يشترك في رجال الأعمال والمسلسل جزء من حصلته أيضا تحول إلى الناس اللي عاوزة تزرع قوقعة ما إحنا لازم نساعد نفسينا يعني الدولة بتزرع القوقعة للأطفال ويتفضل بقى يعني مدى حياتهم محتاجين كتعغيار محتاجين إمكانيات مادية كبيرة جدا لإستمرار السماء فإحنا 100 مليون يا أستاذ يوسف 100 مليون يهدوا الجبع اللي يكسروا كده ويعملوا أهرامات جديدة